عم تتخذوا اه منطق فرض الرأي او فرض القوة يعني انت بدك تمشي اللي انت بدك يا لانه عندك فانت عم تحاول تمشي الامور بمنطلق القوة مع اما بعض الامور تتطلب يعني بينك وبينها الشخص بتتطلب بعض الدبلوماسية او بعض المرونة واحدة من الاسباب اللي اللي سببت خلل بالعلاقة او مشاكل بينكم انه انتو ما بتحكوا فعلا شو هو اللي بتحسوا فيه تكتنوا على مشاعركم من اجل انه يعني تبان بشخصية اقوى يعني انت بدك وايضا بده يبان بشخصية قوية يعني بتحس انه انت بستعبر عن مشاعرك ما بدك تين بكرامتك او تنزل من من كرامتك تجاه هالشخص فهم بتعبر عن اللي بتحس فيه عندكم كرامة عالية انتم هالشخص ايضا فيه تغييرات صارت من الناحية العاطفية بينكم يعني ببداية التواصل بينكم وبداية العلاقة بينكم المشاعر كانت عالية بينكم التواصل بينكم كان كتير عالي ولكن فيه تغييرات مفاجئة صارت بينكم فيه ما تصارت فجأة خرب الوضع بينكم فجأة فممكن تكون انت وهالشخص بديت بالعلاقة بسرعة وانتهت ايضا بسرعة ايضا اساسات العلاقة عم شوف بينك وبينها الشخص كان فيها شوي خلل او كانت مهزوزة شوي لانه الكرت عندك مكرر مرتين بيهدك وبيهدك الاساسات بينكم ما اشتغلتوا عليها صح ما كنتم من بداية العلاقة صار يحيل مع بعض فالاساسات بينكم مش قوية كتير فمشان هيك صار فيه لخبطة بينكم ايضا ممكن انت تكون تشك فيه من الناحية العاطفية انه هو مش يعني ممكن هو بيحكي لك انه بيحبك او اشي واس انت ممكن يكون في عندك شك بحقيقة مشاعر هالشخص فهاي ايضا تعترر من الاساسات المهزوزة بالعلاقة خلينا نشوف شو هي خطوتك بالمستقبل عم شوفك عم تركز رح تركز على الامور الايجابية يعني في عندك بالمستقبل نظرة الى الامور ولكن من ناحية ايجابية يعني بدك تنظر اه على الجمال الاشياء على الاشياء الجميل الشيء وتركز عليه ايضا نشوف من ناحية الكومينيكيشن او من ناحية التواصل في عندك رح يصير مع شخص تواصل اه كتير منيح شخص رح تتفاهم معه بجوز هو نفس الشخص اه هيدا يصير فيه بينكم للمنفصلين الرجوع وللي اه للي بينكم الوضع مش كتير منيح حاليا عم شوف من ناحية التواصل يعني من ناحية المصارحة الوضع بينكم رح يكون افضل ولكن عندك هالفارس فارس او فارس النقود حركته بطيئة شوي فخطواتك بالمستقبل رح تكون بطيئة ولكن عم شوفك رح تدرس اه الخطوات اكتر يعني قبل ما تتخذ اي قرار عم شوفك عم تدرس الامور اه اكتر ايضا انت بالمستقبل مركز على رح تركز على الجانب العاطفي عم شوف انه انت نايم اوف كوبس انت بتفكيرك عم تطمح الى كيف توصل الى الرضا النفسي او الى الرضا الذاتي مع هالشخص وبعلاقتك مع هالشخص فبشوف من جهة برج الاسد البعض منكم فعلا بدو يحط مجهود بها العلاقة ايضا الابراج اللي ممكن تتعامل معها قبل ما انسى قبل ما نشوف شو خطوات الحبيب المستقلية الابراج اللي ممكن انت عم تتعامل معها ممكن تكون ابراج اه نارية ولكن بتوقع اغلبية الطاقة النارية بالقراءة هي طاقتك ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج ترابية مش عم شوف كتير اه ابراج مائية ولكن الغالبية ترابية وايضا هوائية ممكن يكون اه مائي هالشخص ولكن اه مش كتير مبين عندي مائي ممكن يكون اي برج طبعا هاي فقط احتمالات اه بالنسبة لخطوة الحبيب القادمة او خطوته في المستقبل عم شوف انه هو مركز كتير على الجانب الروحاني هالشخص عم يحاول يتقرب اه الى الله اكتر او عم يحاول يعني اه يرتقي او يعلى بروحانياته لانه هو بده عم شوف بده ايضا يصلح الامور معك من الناحية العطفية بده يكسبك كصديق هالشخص قبل اه قبل ما يكسبك كحبيب للبعض منكم عم شوفه منعزل واذا انت بعلاقة جديدة غير هالشخص عم شوفه عم يراقب من بعيد علاقتك او عم يشوف عم يشوف تحركاتك مع الاشخاص اللي جديدة بحياتك شخص عم شوفه حاليا منعزل منطوي على حاله عم عم يبحث عن عن اجوبة بالمجال الروحاني او عم يحاول انه يفهم اخر العلاقة بينكم شو هي لانه مبين انه هو بخطوة القادمة من ناحية المشاعر هالشخص في عنده مشاعر كتير فياضة في اوراق مائية هون كتير فمن ناحية العاطفية عم شوفه كتير بده يعبر لالك او كتير بيكم مشاعر اه لالك الى انه عنده فهالشخص من ناحية العقلية مشوش لسه لسه مشوش لسه فيه عنده مخاوث اه داخلية ايضا ام يحس انه هو بصراع عم يحس انه فيه منافسة بينه وبين الاشخاص اللي حواليك او فيه منافسة بينه وبينك وبينك تجاه اه اشيوعيا عم يحس انه العلاقة بينكم اه فيها كتير من مش التناقض ولكن فيها كتير من من التحدي وهو عم يحس انه دائما اه لازم يظهر بصورة قوية تجاهك هالشخص ولكن عم شوف انه عنده امرأة بتمتع بحنان عاطفي كتير كبير يعني هالشخص رح يكون متعاطف اه كتير بالعلاقة بينكم تجاه العلاقة يعني بينكم وتجاهك انت شخصيا ونشوف انه هو رح يكون كتير متعاطف مع المسألة وايضا فقط هو في عنده شوي تشوي شوي مخاوف وبارانويا بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل فانت وهو رح تركزوا على كيف تشافوا العلاقة بينكم او كيف تصلحوا الوضع بينكم عم شوف انه انت عندك النية وهو ايضا عنده النية انه فيكن اه تصليح للامور والوضع بينكم ايضا عندك تمبرنس كارد ايضا ترمز الى الى الشفاء يعني الكرتين هدول بيحملوا نفس المساج او نفس الرسالة فانت وهو بدكم توصلوا الى نقطة وسط او نقطة عدل او او نقطة تحلوا فيها الامور بينكم بدنا تعلق من الناحية العاطفية لانه في عندكم يعني في عندكم بالعاطفة برج الاسد بداية جديدة ممكن تكون معها الشخص وممكن تكون مع يعني بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد او شخص لك او او آخر ولكن عمشوف للبعض منكم برج الاسد اللي منفصلين او اللي مش عم يحكو مع الحبيب ايسوك قبس يعني في عندك بدايات جديدة ايضا اه طيب ممكن انت عم تكون عم تتعامل مع برج الجوزا هالكرت بيتبع برج الجوزا ممكن عم تتعامل مع برج السرطان. هالكرت يتبع برج السرطان. وممكن ايضا عم تتعامل مع برج الثور. انه هالكرت عم يتبع برج الثور. ايضا جميع الكروت التوضيحية جميعها او من الكروت الكبيرة. يعني في تغيرات كبيرة رح تصير بينك وبين هالشخص. هلا نصوي لكل كرت. انتم هو رح تنحطه بمطرح في كل اختيار او رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين. او تختاروا انه ترجعوا لبعض او لا او تختاروا انه تصلحوا العلاقة مع بعض او لا. يختلف الوضع من شخص الى اخر. ايضا يعني في عندكم تقدم رح يكون سريع. بس تجتمع طاقة الحبيب وطاقتك انت مع بعض الوضع الحركة بينكم. التقدم بينكم رح يكون كتير سريع. لانه هالورقة تحكي عن التقدم الى الامام وايضا رح يكون تقدم كتير سريع. بالنسبة لها الكرت اخر كرت. في اه عم شوف انه انت هو عم تفكروا بالتزام جدي او ارتباط جدي لانه هالكرت كرت الزواج. ولكن مش ممكن يعني بالضرورة انه يعني زواج ولكن يعني شيء اه جدي. يعني اذا انت وهو بعلاقة كاجول او علاقة عادية ممكن تطور العلاقة الى انه يكون فيها اه ارتباط او ازتزام جدي. ايضا البعض منكم اللي بعلاقة ممكن تطوروا الوضع الى خطوبة او من خطوبة الى زواج. اه الفكرة بها الكرت انه الامور يعني رح تطلع ستيب اعلى او رح تطلع خطوة اعلى. فهاي تعقدكم المشتركة مع بعض كتير اه كتير منيحة عمشوف في عندك بدايات بالحب العاطفة جديدة عمشوف البعض منكم اللي مش عميحكي اه مع الحبيب في عندكم فرصة بدك انت تشوف اذا اه رح تستغلها انتو هالشخص ولكن في عندك فرصة ايس اوف كوبس في عندك فرصة جديدة لحتى تبدأ مع هالشخص يعني اه صفحة جديدة. ايضا الطاقة بينكم رح تكون كتير سريعة. ففي اه فرصة لبرج الاسد كتير عالية ببداية حب اه جديدة وايضا تواصل. تواصل كتير سريع وكتير وكتير منيح. اوكي احباي ببرج الاسد. بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شير وسبسكايم. ان شاء الله رح يوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم.